وجهت الإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية إدارتها بالمحافظات بسرعة رفع وتنفيذ الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك وآليات تسهيل انسياب حركة المرور في العاصمة الموقتة عدد والمحافظات المحررة وأكد مدير عام شرطة السير بوزارة الداخلية العميد عمر بامشموس على ملاءمة دوريات شرطة السير وأوقات عملها الميداني وفق التغيير الزمني الاستثنائي خلال الشهر الفضيل منوها إلى تأدية أفراد شرطة السير مهامهم وفقا للنظام والقانون في الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والحد من المخالفات والحوادث المرورية ودعا تعميم للوزارة الداخلية إدارات شرطة السير بالمحافظات إلى التنسيق مع مكاتب الأشقال العامة لتنظيم أماكن التسوق خلال الشهر الفضيل لضمان سيابية الحركة